اشتركوا في القناة اذا كان الاسير مسجلا في قوائمها ام لا في السياسة التصعيد وضع طاولة الحوار في مهب الريح وفي الاقليم تسويات تلوح في الافق اليوم ضيفي في حوار اليوم اهلا وسهلا فيك دكتور صادق نابلسي صباح الخير اليوم صحيح يعني وضع تصعيد طاولة الحوار من الافق بس يبدو ان اليوم رئيس بريع يرجع يطمن ان الحوار قائم وما في شي رح يعرق له رح نحكي بهذا الموضوع بشئة تانية بس اسمح لي ابدا بموضوع الاسير شفنا المشهد في المحكمة ثلاثة شهر كيف تقرأ الحكم بسم الله الرحمن الرحيم انا قلت من المقابلة الماضية انه سنشهد جلسات متتالية بتعبر او بتعكس طبيعة الوضع بلبنان ما في قرار بحسم الامور فيما يتعلق بمحاكمة الاسير هذا السقف اللي قادر يصلوا القضاء في لبنان جلسات متتالية تتبعها جلسات متتالية حتى اما يعني هذا البعض من المحامين ومحامي الدفاع عن الاسير وبعض السياسيين والفرقاء وحتى بعض الراعين الاقليميين بيهمهم انه تتأجل الجلسات ويعني تاخد وقتها الطويل من اجل الوصول الى تسويه لحل هذا الملف طبيعي هذا الامر بضر قطعا بالقضاء اللبناني وبصورة الدولة اللبنانية وايضا بحقوق المواطنين اهالي الشهداء شو ممكن تكون التسويه دائما باللبنان يعني مع هكذا ناس لهم ارتباطات اقليمية او داخلية معينة دائما نبحث عن مخارج وعن حلول بعد فيه ارتباطات اقليمية وداخلية قطعا القطري والتركي انا بتصور انه ما تخلى عنه بشكل كامل وبعضه القطري او التركي ممكن يستخدم هذه الورقة بتسويات داخلية يعني ورقة ضغط مقبولة بالنسبة له فبالتالي اليوم نحن منا رايحين الى وضوح في ما يتعلق بملف الاسير وما في محاكمة سريعة في الآونة القريبة نحن رايحين على جلسات طويلة الامد وتأجيل وراء تأجيل طيب اليوم دار الفتوى يعني زج اسمه او هي اصلا مفترض تكون بهذه القضية ما بعرف بس اليوم مسجد بلال بن ربح هو مسجل بدار الفتوى وهو شرعي مثل ما بقوله وبعضه حتى الساعة في مسجد وفي جامعية وتاخد مساعدات وإلى آخره وبالتالي هذا المكان اللي كان فيه احمد الاسير هو مكان معترف به ومسجل في دار الفتوى اما هو كشخص فما هي المعلومات عنه لان دار الفتوى حتى الساعة في كل اتصالاتنا معه ما بتجاوب على هذا الموضوع بالمعلومات شيخ احمد الاسير غير مسجل كامام وخطيب لمسجد بلال بن ربح او لأي مسجد آخر في دار الفتوى يعني هو ليس ضمن اللوائح القانونية المسجلة في دار الافتاء ان كان في صيدة او في بيروت نعم هو كان يتنقل بين المساجد يخطب في هذا المسجد وفي ذاك المسجد الى ان بنى مصلة بلال بن ربح بعد احداث عبره نعم في محاولة لاستيعاب الموقف وحتى ربما بعض الحيثيات الدينية تم تسجيل هذا المصلة في دار اوقاف صيدة وبالتالي بعد هذه الاحداث صار في له صفة قانونية رسمية بدار الافتاء فاذا الشيخ احمد الاسير غير مسجل يعني ما حدا يقول وبالتالي كيف يؤثر ذلك على المحاكمة يعني قالوا انه ممنوع الجلب او التحقيق مع احمد الاسير اذا ما كان فيه اذن من دار الفتاة اولا اولا يعني ما فيه هيك سابقة تشريعية بتصور انه في احد المشايخ محمد على ما اذكر هلأ طلع اسمه بصيدة كان مسؤول عن خليه ايضا تم توقيفه عندما اعتدى على الجيش وعندما شكل خليه ارهابية يعني فيه اوضح من انه احمد الاسير كان احد المحرضين واحد دعاة الفتنة واحد قطاع الطرق واحد الذين حردوا على الجيش وقاتلوا ضد الجيش اللبناني وضد الدولة اللبنانية يعني ما فيه حدا يعني البعض كان عم يحكي انه لا بدنا لازم يعني يلقى القبض عليه بالجرم المشهود فيه اكتر من هيك جرم مشهود يعني ارتكبوا احمد الاسير ثم انه يعني اذا شاخ وعلى لابس عمامي وإلى ما هنالك لا يتوقف يعني هذا انه بهي الحريري وتيار المستقبل ضاغط بهذا الاتجاه نعم هن عم يشتغلوا لإيجاد تسوية ومخرج لأحمد الاسير وبالتالي من مستقبل عم يضغطوا على دار الفتوى لالتزام الصمت لعدم قوة شاية لعدم ضوء الأخضاء لمحاكمة الاسير صحيح لانه هن كمان عم يشتغلوا على تسوية في وعد في وعد من نائب بهي الحريري بمعالجة ملف الأسير وملحقاته وفي وعد للأهالي وبالتالي أهالي موقفين شيء لا عم بحكي حتى الأسير يعني وعدته بمعالجة ملف الأسير شخصيا وهذا الكلام متداول في الأوساط الصيدوية بشكل يعني معروف بالتالي نعم في ضغط من قبل نائب بهي الحرير وفي ضغط من قبل تيار المستقبل انه خلونا نلاقي مخرج لهذه الأزمة وهلأ مش وقت محاكمة أحمد الأسير ولا اتهام وثم يعني في شيء كمان آخر هو ضغط هيئة علماء المسلمين باتجاه دار الفتوى وباتجاه تيار المستقبل اللي بيشعروا هن كمظلة سياسية ودينية إنه محرجين إذا تم محاكمة أحمد الأسير ويعني يعني يعني إلساق التهم الكاملة علىه بالتالي لا فيه تضرر كبير وما بعرف شو يعني بحاولوا ياخدوا الملف إلى طابع مذهب كبير بالتالي اليوم فيه مصلحة عندهم أنه يتم تأجيل الملف قليلا أو تسوية الملف قليلا أو التريث حتى تنضج الظروف السياسية ويكون الوضع السياسي أفضل لإيجاد مخرج ما للشيخ أحمد الأسير سمح لي توقف مع اتصال هاتف مع والدة الشهيد جونج بوصعب سميرة بوصعب يالنبير حرافقت الجلس أيضا صباح الخير سيد سميرة صباح النور إليك ولا ضايصيك عم تسمعين ويمكن عم تسمعين شؤال دكتور صادق نابلسي عن موضوع دار الفتوى وعن حيثية هذه القضية كنت مبارح أنت مريفق هذه القضية أساسا من الأول كنت مبارح موجودة بالمحكمة قد بتعتبروا حالكم عم تاخدوا حقكم من هذه المحكمة صباح الخير إليك وليسك الكريم صباح نور أول شيء أنا بدي أتشكر هيئة المحكمة العسكرية اللي سمحت لنا مفوق بعد التمنى علينا أنه ما يكون إلنا أي ردة تفاعل عند مشاهدة هذا المجرم ثاني شيء أنا صراحة تفاجأت بالمدافعين عن أحمد الأسير أنه بدون نقذب من دار الفتوى الكريمة لحتى يقضوا حيكمه أحمد الأسير ما بعرف إلا أحمد الأسير يعني أطل ما أنه نقول عنه بمثل حضر من الطاية السنية الكريمة لأنه ما ننجممين بعدين دار الفتوى أكيد ما تتبنى شخص مجرم مثل أحمد الأسير حد يقوص على الجيش ويكون فيه عشرة يشاهد من الجيش وعمل خلايا إرهابية دار الفتوى عم بتصدر دين ومحبة وسلام ما بحياتها كانت ضد الجيش أو ضد الدولة لتتبنى أحمد الأسير وهون بحب يوجه تحية كبيرة لشهد الجيش وبيلها لسطبة هي الحريرة ما علاش إذا بتساوي مع دم خية هي فيها تساوي مع دم أولادنا أحمد الأسير ما فيه مساوم علاه وما رح نقبل يكون فيه مساوم علاه لها السبب نطلب من دار الفتوى طلع بيان تستنكر فيه أنه يزجوا اسمها بمجرم يتغطى بالدين بالطائف الكريم اللاجئي نعم ستة ساميرة هلأ بغض النظر عن دار الفتوى مثل ما عم نسمع من ضيفة أنه يبدو أنه اليوم ملف أحمد الأسير مش متروك يعني بعده عنده صلاة إقليمية ومحلية وبالتالي يبدو أنه اليوم تأجيل هذه المحكمة وحتى القول القول وكلاء الدفاع بشكل بصراحة أنه اليوم لبنان لا يحتمل الوضع لبنان لا يحتمل الحكم على الأسير والأسير بعده مجهز للتحقيق معه بيدل على أنه في مماطلة يعني بهيدا الملف اليوم أنتو كيف رح تتصرفوا مع هذه المماطلة خصوصا وأنه ممكن نحنا حسينا بهشي لأنه عم نحس أنه في كتير مماطلة بالجلسات وفي تأجيل وفي لأنه عم يشتغلوا على تسويات بس نحنا منقلهم ما رح نقبل ولا بأي تسوية ورح نكون قلهم بالمرتد نحنا منتوقع يجيبوا فضل شاكر لحد الأسير وكل اللي دعموا الأسير ومولوا الأسير ووقفوا مع الأسير نحنا هلأ عم نحكي بالأسير بس الأسير حجر دامة بأيدان شبكي لبنانية طويلة عريضة وإذا رح يكفوا بالمشروع رح نرجع نضطر نحكيهم على الإعلان ونصبحهم مثل ما هن يعني بيجربوا يطمسوا دم شهدائنا دم شهدائنا مش للتجارة عاكل حال كل ما في عنا ناس بطل فضيلة الشيخ تحكي بالحق وطاعت الحق لصحابه نحنا عم ندعمين ومكفيين للأخير ما ممكن نقبل لا بتصوية ولا بأي مساومة ومنطلب من المحكمة أنه تسرع بالمحاكمة بدنا تأجيل وإلا رح يصير فيه ضغط شارع نحنا منا متركين نحنا عم نتأيد بالقوانين لحتى نالحقنا بالقانون إذا الأنون بديوا تخلى عنا نحنا فينا ناخد حقنا بإيدنا يكون معلوم عند الجميع ما نمقصوين أبدا شكرا هذا الشهدائلون أهل وإلهم أولاد وإلهم أعيال وإلهم أمات وإلهم شعب وراهم شكرا لقالك سيد ساميرا شكرا لقالك على هذه المداخلة أنا بدي أعلي بس شغلة لتقدموا فيه محمود دفاع أنه هذا الشخص اللي هو أحمد الأسير هو رجل دين لازم يكون واضح للجميع اليوم وتأكيد مرة بعد أخرى أن هذا الرجل هو رجل إرهابي يعني التذرع بأنه رجل دين أو يعني الذهاب إلى مؤسسة دينية لحماية هذا الرجل هذا أمر خطير جدا وبالتالي نحن نخرق الأوانين ونخرق الحدود الموضوعة على مستوى القيم الاجتماعية وبالتالي عم نقول لكل شخص أنت فيك تكون إرهابي وفيك تقتل الناس وفيك كذا ولكن ستكون محمي إذا أنت لبست زي رجال أدنين هذا الأمر مرفوض بتاتا وبالتالي اليوم على دار الفتوى أنه تاخد موقف موقف يعني هذا اليوم اللي عم بيصير هذا اللواذ بالصمت والموقف الملتبس من قبل دار الفتوى هذا أمر غير مبرر وبالتالي اليوم هذا الشخص الشخص أنتو كلكم شفتوه يا دار الفتوى شو عملوا وأصلا أنتو كنتم متذمرين منه يعني بفترة من الفترات وأنا عندي معلومات عميئة بهذا الموضوع كتير من مشايخ أهل السنة بدار الإفتاء إن كان بصيدة أو كان ببيروت كانوا متذمرين من حركة الأسير وكانوا عم بفتشوا مين بدوا يوضع حد للأسير وعم يطالبوا أصلا الجهات الأمنية بالدولة والجهات السياسية إن توضع حد لأحمد الأسير وبالتالي اليوم هذا الموقف الملتبس غير مبرر ووالله أنه نحتاج في ظروف داخلية معقدة أو في ظروف إقليمية معقدة وبالتالي ما فينا نروح إلى محاكمة وهذا الأمر بضر بحقوق المواطنين بضر بصورة وهيبة القضاء والدولة وبالتالي اليوم لازم يفهم الجميع أنه يجب أن تستمر هذه المحاكمات بشكل سريع جدا للوصول إلى النتيجة التي يأملها الجميع كمان ملاحظة أخيرة أنه هيئة علماء المسلمين وغيرهم أنه هول يتحركوا هلأ ليقولوا أنه الشيخ أحمد الأسير هو إمام وخطيب ومسجد وإلى ما هناك طيب أنتوا ما شفتوا قبل لما كان يقطع الطريق أنتوا ما شفتوا قبل لما كان يحرد السنة على الشيعة وكان يحرد دروز على الشيعة وكان يحرد المسيحيين على الشيعة وكان يحرد اللبنانيين ضد اللبنانيين ويحرد المسلمين ضد المسيحيين وبالعكس أنه ما شفتوه هنا ولكل هذه المشاهد ما شفتوها واليوم شفتوه شخص رجل دين هو إمام وخطيب هذا المصلى يعني كل هذه الذرائع هي ذرائع واهية وغير يعني بدي أقول غير شرعية يعني الشرع لا يقبل لا يقبل بأنه شخص مثل هذا الإنسان حرد وقتل وإلى ما هناك أنه آخر شي تروح القضية بالتسويات حرام اللي عم بيصير وبالتالي اليوم لازم نحن ندفع باتجاه محاكمة الأسير محاكمة هذا المطلوب محاكمة عادلة أمام القضاء اللبناني طيب كنت عم نحكي من شوي عن تيار المستقبل ونفوذ تيار المستقبل بهذا الموضوع بس اليوم أيضا تيار المستقبل يعني عنده إذا بدك بده يحافظ على هذا يعني التزام بالقانون العبور إلى الدولة أنه منه ما عنده منه أمن منه حزب أمن إلى آخره كل هذا يفرض عليه اليوم أنه يطلع بعبائة أنه هو يريد التحقيق والمحاكمة العادلة للأحمد الأسير وعدم الضغط على المحكمة أو على هذا الملف لتمييعه والوصول إلى تسوية هل تعتقد أنه اليوم من هو يعني المستفيد الأول من تمييع هذا الملف تيار المستقبل أو العلماء المسلمين ورشال الدين أول شيء خلينا نروح إلى نقطة مركزية وأساسية أنه تيار المستقبل من البداية كان داعم لحركة أحمد الأسير أو بالحد الأدنى خلينا نكون شوي متهاود كان يعني مستفيد مستفيد جداً من حركة أحمد الأسير في وجه حزب الله وفي وجه كل دعم المقاوم تيار المستقبل تيار بدي أقول كان عم يلعب على الحبلين أو كان عم يرفع شعارات شيء ولكن بالداخل شيء آخر يعني عم يرفع شعار العبور إلى الدولة والدولة القانونية والقضاء وسقفنا السياسي وإلى ما هنالك ولكن من تحت لتحت كان لا عم يحرد وعم يلعب جماعات وحتى عم يسلح بفترة من الفترات فما يغيب عن ذهننا أن هذا التيار هو تيار معتدل وهو تيار يلتزم بالقانون وسقف الدولة وإلى ما هنالك لا هذا التيار شارك بالتحريض وهذا التيار شارك بدعم أحمد الأسير بفترة من الفترات هلأ اليوم يجي إلنا أنه هو تحت سقف الآنون ممتاز عال إذا أنت تحت سقف الآنون خلي القضاء ياخد مجرى بدون أي تدخل لأنه اللي عم نشوفه حالياً هلأ أنه لا نحن نستفيد أنه تبقى قضية أحمد الأسير فيها تمييع وفيها مماطلة لنوصل إلى محلة معين يعني أنا أقول لك بالسياسي بيغسر تيار المستقبل قدام جمهوره أنه أنت تخلات عن شخص وعالم وهو إمام وخطيب وإلى ما هنالك يا غيرت الدين يعني بالتالي بس هل تقول أنه كل جمهور تيار المستقبل ما أيضا هذا الموضوع أيضا في تعميم أنه جمهور تيار المستقبل كله اليوم ويريد عدم محاكمة أحمد الأسير لا لا ما أقول هيك لا أقول ما هو صار في أجنحة بتيار المستقبل وصار أصلا الجمهور أكثر من جمهور يعني ما عد فيه جمهور واحد لتيار المستقبل فيه ناس مع التيار السلفي مع التيار الوهابي مع الدواعش مع هول الإرهابيين داخل تيار المستقبل وفيه ناس لا ما زالوا ملتزمين يعني السقف اللي عمله الرئيس شهيد رفيق الحريري أنه القانون والدولة وإلى ما هنالك بالتالي اليوم نحن عم نسمع أكثر من صوت داخل تيار المستقبل وبالتالي هذا الصوت الضال كان داعم لأحمد الأسير وهذا هو الصوت ما زال هو اللي عم يحاول يعمل مضلة لأحمد الأسير لتخرج محاكمته بتسوية معين وهذا هذا الخطر قبل ما ننتقل للملف الثاني والذي هو ملف السياسي والأقليمة بس سؤال أخير فضل شاكر سمعنا سميرة بوصعب عم تقول أننا ننطلين نشوف فضل شاكر حدو لأحمد الأسير شو وضع فضل شاكر اليوم من بعد آخر طل يطل علينا وعلى أساس أنه ملفه سيسلم حاله إلى مخابرات الجيش من بعد ما حصل تفاهم بعد الأمور جامدة مع فضل شاكر ما فيه شيء جديد ما زال فيه مخيم عن الحلوة فيه كلام رسائل متبادلة مع بعض الأصدقاء أصدقاء ويعني أنه حاولوا تعملونا مخرج يبدو أنه الأمور وقفة عند هذا الحد ما فيه تقدم لأي تسوية بقضية فضل شاكر وبالتالي الأمور وقفة محلة حاليا رح ننتقل لفصل أعلاني ومن بعد الفصل أعلاني رح نفوت بشأة السياسة سياسة داخلية وسياسة الإقليمية خصوصا سوريا من بعد دخول الروسي إلى سوريا بنا نعرف رأيك بهذا الموضوع فصل أصير ومنرجع أعود لكم المشاهدين ومن حزب الله ومن حزب الله يصوب على المملكة العربية السعودية بشكل كبير يرد طيار المستقبل من هنا من لبنان سمعنا طبعا بس كيف تقرأ هذا الموضوع خصوصا وأنه مبارح طيار المستقبل بيرجع بيقول أنه ملتزم بسقف طاولة الحوار التي يجب أن تبقى الجواب بهذا الموضوع له شئان الشئ متعلق بالوضع الداخلي اليوم حزب الله ما سعد إلا بعد مرور وقت طويل على استمرار تيار المستقبل على التصعيد وعلى الكلام النابي رغم أنه في طاولة حوار بينتهم لكن ما عم نشوف نحن أنه ما يحصل داخل طاولة الحوار عم ينعكس برا فالتانين الجماعة وعم يحكوا يمين وشمال على حزب الله حزب الله ما يخد موقف بالصمت وعدم الرد لكن وصلت الأمور إلى مستوى لأ صار لازم حدا بمستوى سمحت السيد حسن نصر الله لأنه يطلع هؤلاء الجماعة مفاكرين أنه أنه تمشي الأمور بهذه الطريقة وأنه نحن منعلي السقف ونحن منصرخ ونحن نتهجم على حزب الله وحزب الله لا يعني يمارس سياسة الصمت التي يمارسها بشكل عام هالمرة الأمور مختلفة كليا فيه شيء له علاقة بما يحصل اليوم في سوريا هؤلاء الجماعة بدأوا يعني مرحلات الانحدار مع التدخل الروسي بسوريا شافوا أنه كثير من أوراق القوة والمراهنات الأديمة على أمور معينة يعني ما كانت إلا سراب وإلا وهم وبالتالي اليوم نحن ما أمامنا إلا أن ننفجر قنابل في وجه حزب الله ونحكي عن حزب الله يعني هذا سقف سقف هو خطاب إعلامي وبعض المناكفات السياسية الداخلية لكن الأمور وصلت إلى أنه صار بدهم يقولوا أنه نحن نخرج من الحكومة أولا الحكومة حكومتكن تخرجوا مننا بتفرطوها أنتو أنتو لكم مصلحة أن تبقوا بالحكومة مش حزب الله نعم أنا بقول ما لحزب الله كمان وهو حريص عليها لا بس أنا بقول منا مصلحة مباشرة هذه الحكومة حكومتهم وبالتالي اليوم إذا هني سقطوا الحكومة هني بيكونوا يعني 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 عم بيسقطوا آخر أوراق القوة والنفوذ اللي عندهم حزب الله لا وضعه السياسي معروف شو هو قوته الداخلية وقوته بالخارج ما بيحتاج إلى إلى أن يكون منخرط بشكل مباشر في اللعبة الداخلية يعني ما عنده حسابات بالأحرى ما عنده حسابات بتتعلق بمناصب وبكراسة معين وبالتالي هني مصلحة أنه تبقى هذه الحكومة صار عم بيهدد بس له مصلحة بالاستقرار كل تقريبا أقول holding مصلحة بالاستقرار بس أنا عم بقول التهديد بفرط الحكومة يعني مثل ما واحد عم بيهدد حاله أنه ما عمت عم تهدد حزب الله عم تهدد حالك انت وبالتالي اليوم قلهم السيد أن نعم بدكم تطلعوا من الحكومة الله معكم بدكم تطلعوا من الحوار الله معكم نعم إذا تبقى حكومة للحفاظ على المستوى المعقول من الأمن والاستقرار في لبنان وحتى نبقى لأنه نحكي مع بعض لأنه ما عد في مؤسسات دستورية البلد على شفير الهاوية سياسيا وبالتالي اليوم هذا المستوى من الخطاب الذي قاله الرئيس أو وزير الداخلين وهذا المشنوع كان لابد أن يقابله خطاب بسقف عالي ليوقف الجماعة عند حدهم يقولون ما تروحوا نحو تهوروا حالكم وتهوروا البلد هلأ فيه تأدير عند حزب الله أنه هذا الخطاب الذي صدر أو هذا الموقف الذي صدر عنه هذا المشنوع هو فلتة أو نتعة وحسب بعض التعبيرات لكن أنا تأديري أنه هذا له سياقه وإله مخارجه ومداخله يعني بالنهاية أنه هذا المشنوع مرتبط بقوة إقليمية وهي مملكة العربية السعودية وفيه تيار المستقبل بيظهروا بالتالي ما أقدر أنه هاك موقف بلحظة معينة بمناسبة معينة يكون مجرد موقف شخصي وهذا البعض حاول يبرره من تيار المستقبل ويقول أنه هذا موقف شخصي لنهاد المشنوع لحتى يظهر من الأزمة التي عملها أنا أقدر أنه لا هذا الموقف منسق بين تيار المستقبل ونهاد المشنوع والمملكة العربية السعودية وسعد الحريض كل يتهم مجتمعين بدهم يرفعوا سقف الخطاب الإعلامي في وجه حزب الله بهدف شو طرموا هن رجعوا وعادوا جماعة يخسروا جماعة فلسين ما عاش عندهم شيء سوى هذه الوسيلة فعم بيجربوا آخر وسائلهم هن نعم أنا بقولك أنه في شيء مرتبط بكمان بلغة حزب الله التصعيدية بوجه المملكة العربية السعودية وفي شيء كمان نسيته إلو علاقة كمان بينه هذا المشنوع شخصيا بس خليني أحكي هذه الفكرة حزب الله منذ فترة نعم هو صعد بوجه المملكة العربية السعودية لأنه بيعتبر أنه يعني مجموعة الويلات اللي حاصل اليوم في المنطقة في سوريا في اليمن في البحرين في العراق في لبنان أساسها المملكة العربية السعودية فهو عم يحكي رأيه بما يحصل اليوم بالمنطقة وكفاعل اليوم محلي وكفاعل إقليمي إلو حق أنه يعبر عن موقفه تجاه هذه الدولة التي تثير الخراب والفساد في المنطقة تيار المستقبل هو ألعوب بيد المملكة العربية السعودية وهو الذي يعني يترجم مواقفها خطابات إعلامية وحركات سياسية داخل لبنان فكان معني بأنه يعمل هذا الموقف التصعيد إن كان منه هذا المشنوع أو من بعض أركان تيار المستقبل وخصوصا الرئيس السنيورة اللي هو أصلا أحد سقور تيار المستقبل واللي حامل السيف وماشي على حزب الله بحالة السلم وبحالة الحرب طيب حزب الله اليوم معني بأنه يوضح لللبنانيين موقفه مما يجري على الساحة الداخلية وأيضا معني بأنه يوضح موقفه مما يجري اليوم في المنطقة فعم بيقول لبنانياً لبنانياً هول الجماعة يعني سقفنا العالي سقفنا العالي إلو أهداف سياسية داخلية ما إلو يعني بعد بالمنطق وبالعقلانية وبالحكمة اتنين بالمنطقة هول الجماعة عم يعملوا كذا وكذا بأكثر من بلد وبالتالي لازم تنعرف وتتحدد المسئوليات السعودية شو عم تعمل بسوريا السعودية شو عم تعمل بالبحرين السعودية شو عم تعمل باليمن معني حزب الله أنه يوضح للرأي العام العربي والإسلامي ما تفعله المملكة العربية السعودية خصوصاً أنه إجت هذه الأمور إجت متزامنة مع فاجعة منها اللي راح فيها بحسب البيانات الأخيرة أكثر من 7400 حاج والأرقام يعني في حالة سعود ومتوقع أنه أن تصل يعني أن يصل عدد الضحاية إلى 8000 ضحية فإذا مين مسؤول مين مسؤول داخلياً داخلياً أنتوا يا جماعة مرتبطين بالمملكة العربية السعودية وبالإقليم عم نعرف شو عم بيصير وبالتالي اليوم أنا كحزب الله كمعني كمسؤول بالداخل وكصوت في هذا الإقليم معني أن نوضح شو عم بيصير بالمنطقة ولذلك حزب الله رفع الصوت عالي في وجه المملكة العربية السعودية وإجا الرد من تيار المستقبل وأركانه بهذا الشكل بالتهدئة لا أنا أقول يعني صح هذه الفترة الفترة فترة كانت فترة التصعيد بما يخص بما يخص بما يخص الحوار وما يرتبط بالحكومة نعم صدر البارحة بيان لتيار المستقبل وقال أنه نحن ملتزمين سقف الحوار ونحن ما بدنا نظهر يعني هل برأيك عادوا عن الخطاب التصعيدي؟ عادوا عن الخطاب لأنه السيد رفع خطابه لأنه لو بقي صامت السيد كانوا بقيوا بعلوهم وبتجبرهم هول الجماعة فبالتالي لما نشاهدوا سقف عالي قالوا لا نحن أبنانين هل لأنه كانوا مطمئنين على أنه حزب الله لن يرضى بأثقاك الحكومة؟ يعني لهذا السقف العالي من الخطاب هل لأنه في ضمان يعني هنا ضمنينا مسبقاً بأنه حزب الله يتمسك بهذه الحكومة إلى أقفل درجة حزب الله متمسك لأنه معد في يعني مؤسسة دستورية بمحطات سابقة بمحطات سابقة بمعارك سياسية سابقة شفناها كانوا مع حلفاء لحزب الله كان في رسم حزب الله خطوط حمر ومن بينها هي الحكومة وعدم إسقاطها يعني قد ما بده يكون فيه تصعيد بعد المعارك يجب الحفاظ على الحكومة على أساس على أساس الاستقرار وبالتالي اليوم خطاب تيار المستقبل بإيتيجا حزب الله وتهديده بالانتحاب من الحكومة هو لأنه عارف ضمنيا أن حزب الله هو من أول يعني مصلحته بالبلد من أول شحطة هي الاستقرار والمحافظة على الحكومة طبعا هذا شيء إيجابي هذا شيء إيجابي يعني يسجل لحزب الله أنه هو عم بيحافظ على الحكومة اللي هي حكومتكم يا تيار المستقبل عم بيحافظ على الحكومة من أجل حفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان وبقاء الحد الأدنى من المؤسسات اللي بتحافظ على الكيان في ظل ما يحصل اليوم بالمنطقة من تهديد لكل الكيانات طيب يعني أنتوا أدروا 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 إذا بدكم ألا معكم لا يعني إذا أنتوا ما تفكروا حالكم متفضلين مثل ما قال السيد ما تفكروا حالكم متفضلين وعم تمنوا علينا وعم تمنوا على الشعب اللبناني أنه نحن لمخاليين البلد مستقر وآمن ونحن محافظين على مؤسسة الدولة كل التيارات والقوة المشاركة هي محافظة بحد ما وبنسبة ما على الاستقرار والأمن بالبلد مش أنتوا وحا تكون ولكن هذا الخطاب هذه النوعية من الخطابات هي اللي بتهدد الأمن والاستقرار يعني فيه شي يعني عم تقولوا الشي ونقيدوا أنتوا طولة الحوار بين حزب الله وتيارة المستقبل هذا الحوار يلي صار له أشهر ويلي ما بعرف بعد ما شفنا شي منه لا فيه شي فيه شي أنه نحن ما نروح إلى صدام بالشارع يعني هذا هذا الحوار له وظيفة محددة أنه أن تبقى أن يبقى التواصل بين حزب الله وبين تيارة المستقبل بشكل مستمر ونحاول أنه أي مشكلة من المشاكل ما تخرج إلى الشارع وما يصير فيه تصادم بين مؤيدين لحزب الله وبين مؤيدين لتيارة المستقبل بالشارع لأنه هذا بدر الأمن والاستقرار بالبلد فخلي يكون فيه يعني شعرة معاوية مثل ما بيقوله هذا يستلزم طولة حوار تشتمه عليك كل أسبوع يعني هذا الموضوع ممكن أنه ينحل عند مسؤولين المناطق عند مسؤولين عند النواب يعني فيه كتير آليات لحل هذا الأمر خصوصا وأنه بآخر فترة ما عم يصير فيه هيك إشكالات وبالتالي طولة الحوار يعني مفترض أن يكون عليها بنود أكتر من هيك يعني يفترض هيك لكن الوضع الداخلي المعقد والوضع الإقليمي المعقد ما بيسمح لهذه الطاولة أنه تناقش ملفات أكبر من اللي عم تناقشه حاليا هلأ نحن راضين راضين بهذا السأل خطة الأمنية يلي كان الوزير نهاد المشنوق بده يعملهم بالمناطق ذات الغالبية الشيعية حزب الله موافق يعني بالمعلومات أنه نهاد المشنوق اتصل بحزب الله وقال أنه أنا بدي أعمل خطة أمنية بالبقاء حزب الله كان مرحب ترحيب كامل بالعكس حزب الله له مصلحة اليوم أنه الدولة ومؤسسات الدولة توصل على كل المناطق وبالبقاء تحديدا حزب الله ما كان معترض أبدا بالعكس كان مسهل للقوة الأمنية أنه تعو أنتوا أي واحد مجرم وأي واحد تاجر مخدرات تعو بس ما تحطوا المسئولية والملامة علينا أنه نحن ما عم نعمل شيء نحن بالسياسة نحن موافقين شبتكم مننا بالسياسة نحن حاضرين بس أنه نحن نتحول إلى درك وإلى قوة أمن ونروح شغلتنا نخطف الناس ونعتقل لا هذه مش شغلة حزب الله هذه شغلة القوة الأمنية يعني ما يرموا المسئوليات على حزب الله أعتقال أنه القوة الأمنية لن تخطفون صح يعني عم بقول أنا أنه هذه المسئولية هي مسئولية الدولة اللبنانية مش مسئولية حزب الله بس شو الأشكال اللي صار حول هذا الموضوع يعني حصل الأشكال على طاولة الحوار بين المستقبل والحزب حول هذا الموضوع وقيل أنه الوزير نهر المشنوع حملكم مسئولية وحكا يعني حملكم مسئولية خارج الطاولة حملكم مسئولية عدم تطبيق الخطة الأمنية بالبقاء ولكن داخل الطاولة حمل شخص آخر عدم تطبيق هذه الخطة صحيح يعني أقول أنا هني بيعرفوا تيار المستقبل والأعضاء اللي مشاركين بالحوار بيعرفوا أنه حجم التعائدات الموجودة بالبقاء فليش أنتوا بدكنوا تحطوا الملامع علينا والمسئولية علينا أنتوا كدولة روحوا روحوا اعتقلوا الناس اللي هني تجار مخدرات واللي هني مسئولية عصابات وإلى ما روح تقلوهن ليش لا تحطوا المسئولية علينا أنتوا نحن نغطيكم بالسياسة نحن مغطيينكم بالسياسة اتفضلوا طيب تيجي بتقلي أنه أنت فشلت إذا أنت فشلت بدك بدك تحملني المسئولية عن فشلك ليش أنت فشلت الدولة اللبنانية هي مفروضة تروح على البقاء وتروح على كل المناطق بس انت تعرف أديش البقاء هو منطقة حساسية وإذا هي بحاجة يكون في مظلة يفرض هذا الأمر صحي بس مش بتروح بتحمل حزب الله المسئولية إذا بتعرف أنت أنه بالبقاء في تعقيدات كتير وفي عشائر وفي ما بعرف مين ومحسوبيات وفي قوة والوضع فلتان صار له سنين مش بتروح بتحمل حزب الله ما أنت عارف عارف وضع البقاء شو هو طيب بتقدر تعمل حملة أمنية عميل حملة أمنية ما بتقدر تعمل حملة أمنية وتراجع ونكفر عال بس كيف سندته يعني كيف سند حزب الله يعني شو المطلوب شو المطلوب منه هو كان طالب غطاء سياسي اتصل بأمل واتصل بحزب الله قالوا له نحنا مغطيناك سياسيا ونحنا ما منتدخل ولا منتلفين على أي مغفر منقول فلان فلتو ما خصنا أنتوا كقوة أمنية وكقضاء أنتوا تحملوا المسئولية وهكذا اللي صاد لكن فجلة الخطة الأمنية هن جماعة عندهم مشاكل الأجهزة الأمنية عندها مشاكل ما قدرت تنجح الخطة الأمنية فراحوا لا يقوصوا على حزب الله بالسياسي عاب عاب طب من حمل وزير الداخلية المسئولية على الطاولة يعني هلا هو يعني ما حمل حدا تحديدا ولكن يعني دائما هناك كلام أنه فلان مسؤول وفلان بيتحمل كذا وكذا يعني بهذا الصدد مش أكتر من هيك طيب اليوم لبنان يعني بوسط كل هذه الأزمات اليوم في معركة مقبلة يعني نشوفها واللي هي منة جديدة يعني هي معركة قديمة جديدة معركة قانون النسبي القانون النسبي اللي تحدث عنه أيضا سيد نصر الله ووصف من يرفض بأنه ديكتاتوري أديش بتعتقد في فرص الوصول إلى هذا القانون في لبنان حتى بعدين انتقل الموضوع السوري لأنه حكما ينعكس على الوضع اللبناني يعني اليوم الأمور في لبنان جامدة يعني ما بتصور أنه فيه إمكانية اليوم لأي إقرار لأي قانون أو أو كما يعني في عنا مشكلة وأزمة مستفحة له موضوع رئاسة الجمهورية نقدر لا قادرين نحل موضوع رئاسة الجمهورية ولا قادرين نروح نتفع على قانون انتخابات في ظل هذا التعطيل المتبادل من قبل القوى المشاركة بالسلطة وبالحكم نعم على مستوى التنظير وعلى مستوى الموقف السياسي وعلى مستوى المستقبل أنه حزب الله وحتى الرئيس بري والعماد عون كلهم أبدو أنه نحن ما في حل بلبنان إلا نروح إلى قانون نسب أي متى هذا يحصل بتصور أنا هذا مرتبط بالوضع الأقليمي وخصوصا بالوضع بسوريا إذا ما تحسن الوضع بسوريا وما رحنا على تسوي بسوريا يعني الوضع بلبنان حيبقى كما هو إلا يعني ما بعرف إذا بينزل شيء من السماء تنحل الأزمة اللبنانية بمعزل عما يحصل اليوم بسوريا بقدر أنه ما حيحصل هذا الشيء فبالتالي نحن في مرحلة الانتظار الطويل لا أنه نسبة لانتخاب لرئيس الجمهورية والمؤسسات ستبقى معطلة وواقفة إلى أن يقدر له أمرا كان مفعولا طيب الوضع السوري اليوم على تدخل الروسي هلأ نحكي بحيثياته يعني الانتقادات اللي طالته بس إلى أي مدى تعتقد أنه هذا سيسهل أو سيقرب موعد التسوية لأنه في نظرية بتقول لا في قراءة بتقول لا هو أنه الروسي دخل بهذه الحرب وهذه الحرب طويلة وربما رح يطول أكتر يعني صحي في مجموعة من الأهداف اللي وضع الروسي قبل ما يدخل على سوريا واحدة من هذه الأهداف أنه أنا عندما واجه الإرهاب وأقضي على الإرهاب بروح على التسوية السياسية يعني القضاء على الإرهاب بيكون مدخل أساسي ومنطئ لنروح على التسوية السياسية هلأ قداش بينجح الروسي بتسريع وطيرة القضاء على الإرهابيين بتصور أنا كمان بدأ شوية وقت ما في عنا أجوبة قاطعة وحاسمة حول تطور الوضع في سوريا هذه النظرية أيضا هي إشكالية يعني لأ في قراءة بتقول أنه تسريع الوصول إلى حل سياسي يسرع القضاء على الإرهاب كمان بس بدك الطرف الآخر هو اللي يقبل أو الأطراف الأخرى تقبل أنه تروح على طاولة حوار وعلى تسويق وبالتالي بحربة الإرهاب عسكريا من الروس هو ليس رغبة بالدخول إلى حل سياسي ولكن عنده أهداف استراتيجية روسية أكيد عنده أهداف استراتيجية بس أنا مو أقول أنه الروسي مرح على هذا الخيار إلا لأنه آخر الدواء الكي يعني هو منذ البدايات كان يقول خلينا نروح على جناف خلينا نحل المشكلة بهذا البلد وبهذاك البلد نجمع المعارضين نجمع القوى المتصارعة صدام بس تبين أنه طيلة خمس سنوات ما كان حدا يسمع والكل كان يغذي الأزمة السورية التركي القطري السعودي الأمريكي كل الدول تقريبا يعني أعداد هائلة من الدول كانت تغذي الأزمة السورية اليوم وصل الروسي إلى محل خلاص ما عد في إمكانية إذا لم ينخرت مباشرة في الميدان السوري ما ممكن أصلا أنه نشهد تسوية وخصوصا أن الطرف الآخر يعني معاند ومصر على أنه لا أن يسقط الرئيس بشار الأسد من التسوية وعن بيقول أنه أنا مبروعة على تسوية إلا بذهاب ومغادرة الرئيس بشار الأسد طيب يعني ما في إمكانية للحل بالتالي بالتالي إذا أنتوا بدكن الميدان يستمر طويلان أنا مضطر انخرط بالميدان إضافة الشرعية دفاعا عن الدولة السلئة لأنه بتهم يعني أنا في تصريح أخير كتير واضح ليس دفاعا عن رئيس بشار الأسد بل دفاعا عن مصلحة روسيا العليا في تصريح آخر للرئيس بوتين بيقول أنا لن أعترف إلا بالجيش وبشرعية الرئيس بشار الأسد يعني واضح واليوم استقبلوا منبارح بالليل استقبلوا التقى وفيها العديد من الدلالات هذه الزيارة بعد خمس سنوات يزور الرئيس السوري موسكو ويلتقي بالرئيس بوتين مسألة منع عادية على الإطلاق فإذا هذا بأكد شرعية الرئيس السوري بشار الأسد وعم بيقولهم شرعية للمرحلة الانتقالية أكيد أكيد للمرحلة الانتقالية يعني البوتين لما بيلتقي الرئيس بشار الأسد مش عم يلتقي يقوله لنحل المشكل والأزمة السورية بمعذر عنك يقولهم للعالم كلهم للقطري والسعودي والأمريكي ولكل المتدخرين بالأزمة السورية أن بشار الأسد هو أساسي بأي معادلة في المرحلة الانتقالية وما بعد الانتقالية حتى هذا اللقاء ما لا الانتقالية ولا ما بعد الانتقالية وكأنه أصبح متفق عليه وهذا الشيء أنه لا يناقش به أنه ما بعد المرحلة الانتقالية سوريا لن تعود كما كانت سوريا سابقا والرئيس بشار الأسد لن يكون هو الرئيس المقبل إذا هو استمر بالمرحلة الانتقالية لنفتح المجال أمام عملية ديمقراطية انتخابية شرعية في سوريا طيب من رئيس السوري مش معارض أي عملية ديمقراطية هو رأى على الانتخابات هن مش أبلانين المشكلة فيهم هن من أبلانين بالانتخابات بهذا الوضع بسوريا هذا يغير للكتير ممتاز أنا مسلم معي بس كيف نروح على انتخابات في ظل وجود الإرهابيين بهذا الشكل المرعب في كل المناطق طيب من بدنا نحن حتى نروح على انتخابات ويكونوا كل الناس أحرار لابد من التخلص من الإرهابيين أولا هذا المنطق يقول هكذا كيف شفت سورة السورة التي نشارع أبوالي جوبراك إذا شفت لقيس الروسي نص وجه والنص التاني حافظ الأسر هو علق عليها اليوم بمقابلة مع أستاذ وافي أنس وصديقنا بيقول أنه نكتي وأنا بحب النكت وهو حدا بعطله إياها بس بما أنه أنت بتشوف ما بعد النكت أكيد ما في شيء بيعملوا وليت جنبلات إلا ما إلو دلالات بس أدي أديش هذه الدلالة هي ترمز إلى واقع ما اليوم تعيش وهو سوريا شوفي لكن كل الأطراف اللي شاركت بالأزمة السورية أو بالحرب على سوريا اليوم هي مأزومة إن كان أطراف داخلية مثل وليت جنبلات ومثل تيار المستقبل أو أطراف إقليمية مثل تركيا وقطر والسعودية اليوم عم يشوفوا أنه المشهد عم يتغير بشكل كبير خصوصا بالميدان السوري وبالتالي اليوم هن أيضا تفاجأوا بحجم التدخل الروسي ووقوف روسيا إلى جانب الرئيس بشار الأسد بهذه القوة وأن الروس مكافين للآخر وهذا اليوم اللقاء اللي صار مرة أخرى بقول أنه يعني عم نعطيه للرئيس الأسد ثقة أكتر وعم نقوله نحن معك وأنه سقف العمليات العسكرية مش أربعة الشهر سقف لحتى تحقق سوريا أهدافها العسكرية والسياسية فإذن المعركة طويلة وبالتالي اليوم نحن رايحين إلى متحول ومتغير كبير على مستوى سوريا ما بدي أجزم وأحسم وأقول أنه هناك نصر حاسم للقوة التي تقف إلى جانب الرئيس بشار الأسد بدي أقول أنه لا في تحول كبير جدا هذا التحول إما أن يأخذنا إما أن يأخذنا إلى تسوية فيما لو رضقت القوة المنخرطة في الحرب على سوريا من روح على تسوية وإما لا من روح إلى تصعيد أكبر وأخطر وهذا لبعض يعني كتبوا مبارح يعني المنطقة المنطقة بعبر هيك تعبير لطيه أحد الكتاب الألمان بيقول أنه المنطقة تشهد حرب عالمية حقيقية لكن لم يتفضل أحد بإعلانها على خلاف مثيلاتها في القرن الماضي نحن بالفعل نحن بحرب بحرب عالمية ولكن غير معلنة الروسي دائما كان طيلة الفترة الماضية يعني سقفه سقفه وحركته منخفضة نعمة إلى حد ما اليوم لأ منشوف شكل جديد خصوصا يعني استعمل للمرة الأولى صواريخ بلستية من بحر قزوين وكان قادر يضربها من داخل سوريا ولكن أراد أن يعني أن يكشف عن سلاح أن يتحدث عن لغة جديدة أن يبعث برسالة للولايات المتحدة الأمريكية فإذا كل هذه بتعطي انطباع أنه نحن راحين إلى مرحلة من الصدام أوسع وأعمق مرحلة من الصدام أوسع وأعمق إذا ما راحنا على تسوي مثل ما قلتلك هذا الاحتمال الأول إذا ما راحنا على تسوية وردخت الأطراف المشاركة بالحرب نحن راحنا على تسعيد بس اليوم مع دخول روسيا إلى سوريا مع دعم الولايات المتحدة الأمريكية بصواريخ طواء المعارضة السورية يبدو كأنه تجديد لهذه الحرب بس بموازات هذا الموضوع اليوم دول الممانعة أو محور الممانعة ما يسمى محور الممانعة اليوم استدرج للترحيب بقوات روسية غربية على أرض عربية سورية وبالتالي يعني الشي اللي كنتوا تنتقدوا على الدول العربية الأخرى واستدراجها واستعانتها بقوات خارجية وقوات أقليمية وقوات دولية كبيرة أنتوا اليوم عم بترحبوا فيه بحجة وجود هذه القوات الأخرى يعني لا وأصبح رئيس بوتن هو المخلص يعني لا لا أقول أنا محور المقاومة ما كان مرحب بيوم من الأيام بأنه يصير المشهد بهذا الشكل أو خليني أقول على المستوى المحلي حزب الله ما كان بأي يوم من الأيام مرحب بتدخلات من الخارج أو تدخلات دولية وكان معارض من البداية أي تدخل وكان عم بيقول خلينا نحل الأزمة السورية من خلال الحوار عالح بس اليوم صار في تبرير لهذا التدخل الروسي عم قول أنا كل العالم مثل ما قال اليوم وليد جون بلاط أنه كل العالم تدخل اليوم وانتوا كنتوا يا تيار المستقبل ويا فلان وفلان ويا بعض الدول العربية انتوا كنتوا عم تستدعو الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في سوريا لقلب المعادلة والموازين داخل سوريا تنتقدون على هذا الموضوع وأنه هذه قوات غريبة وغربية ولا يجب أن تكون على دولة عربية وما إلى هنالك وخصوصا أنه في إسرائيل بدأو هلأ رح نحكي عن إسرائيل بما تبقى لنا من وقته على قطب روسيا لأنه إسرائيل وروسيا ما نقعد وحتى هنا لا يعتبق وروسيا لا تعتبر إسرائيل عدوة في المنطقة وتعترف بشرعيتها وببقاءة وبالتالي شو موقفكم من هذا لا أنا بدأقول في فرق أنه أنا فرحان ومبتهج أن الروسي تدخل وأنه لا طبيعة الأمور طبيعة الأمور وسياق الأمور هو اللي استجلب الروسي إلى سوريا يعني اليوم كمان في اتفاقيات تعاون بين سوريا وبين روسيا أصلا الروسي تأخر يعني يفترض الروسي والإيراني لأصلا في معاهدات واتفاقيات عسكرية بين سوريا وبين هؤل البلدان فهن تأخروا بالتدخل لكن كل واحد إله حساباته أنا معهم أقول مسألة مش مرتبطة بالفرح والابتهاج بقدر ما هي مرتبطة بسيولة التطورات داخل داخل سوريا وهذا الأمر هو اللي استدعى من الروسي أنه يدخل هلأ في رأي آخر في رأي آخر أنه هذا الانكفاء الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة وهذا الضعف الحاصر وانشغال الأمريكيين اليوم بانتخاباتهم وحرب السعودية باليمن وانشغالها باليمن كل هذه العوامل سمحت للروسي اليوم في لحظة استراتيجية ما وضمن المعطيات الميدانية اللي عم تحصل داخل سوريا أن يتسرب الروسي إلى المنطقة فإذن الأمر منه منه استدعاء محور المقاومة للروسي أنه تاع أنت في مجموعة في مجموعة من المعطيات السياسية والاستراتيجية هي اللي جعلت الروسي أنه يتدخل بهذه اللحظة وإلا ليش ما تدخل من البدايات وحسم الموضوع خصوصا أنه السوري حليفه شو ما وقفكم من العلاقة بين روسيا وإسرائيل وقصة التنسيق على المدى الجوي ويعني الروسيا اليوم هي تعتبر أنه في ثلاث أمور من الأساسيات في بونيتا وهو الثقافة والاقتصاد والقوة الحربية اليوم هي بدخولها إلى دمشق بدخولها إلى سوريا يعني اليوم هي عم تبني قاعدة عسكرية في هذه المنطقة على هذه دم البحر المتوسط فهو هذا شيء استراتيجي بالنسبة لروسيا التي تتمدد عسكريا عبر هذه المنطقة العربية ولكن اليوم في موضوع إسرائيل أن روسيا تنسق مع إسرائيل كيف كيف تنظرون إلى هذه الإشكالية يعني بقول أنه روسيا دولة عظمى بالنهاية يعني بتشتغل على حسب مصالحها هي فيه تواصل بينها وبين الكيان الإسرائيلي بشكل دائم وهي لا تدعو يوم من الأيام إلى إزالة الكيان الإسرائيلي يعني ما عندها هيك موقف أيدولوجي من الأساس ولا في خطاباتها في شيء نوع من الصدام مع الكيان الإسرائيلي في تعاون في تعاون نعم في تعاون وفي تبادل الاقتصادي وبقوله في أتصالات مباشرة بين الرئيسين وبالتالي اليوم سقف الحوار أو التواصل اللي عم يصير له علاقة بعدم حصول أي صدام جوي أو عدم حصول احتكاك مباشر بين القوات الروسية وبين الجيش الإسرائيلي هل أد الأمور تصور في السماء السورية بالتالي اليوم الروسي عم يحكي مش بس مع الإسرائيلي عم يحكي مع الأمريكاني وعم يحكي مع الفرنساوي وعم يحكي مع التركي أنه خلاص انتبهوا أنا نواة اتدخل وأنا مقرر أنه اتدخل لأحسم الموضوع وساعد الدولة السورية والجيش السوري بحسم المعركة ميدانيا فلتفتوا ما حدا يقرب ويعني أوصل رسائل متعددة في هذا اللي بدي أقوله أنه سقف الاتصال اليوم هو إله علاقة بعدم حصول أي احتكاك أو تصادم لأنه مش من مصلحة الروسي أنه يساعد بشكل مباشر بينه بين أي دولة أخرى هو دائما كان بأدبياته وبمواقفه السابقة عم يقول خلينا نروح على السياسي خلينا نروح على التسوي ف يعني تقدير يعني هذا مش تقدير بس هذا هو المنطق أنه الروسي ما بده يفتح أي جبهة ولا بده يعمل حرب عالمية مباشرة ولا بده يصطدم مع أي دولة من الدول الإقليمية نعم له مصالح استراتيجية بسوريا له مصلحة ببقاء الدولة له مصلحة بالقضاء على الإرهابيين وخصوصا الإرهابيين اللي هن القوقازيين وهوله له مصلحة بأنه يكون له دور بالمنطقة لحتى شوي يرتاح من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية له مصلحة أنه يوجه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية حتى ما تتفرد بإدارة الأزمة بالمنطقة نعم نعم لذلك فينا نجمع مجموعة كبيرة من الأهداف والمعطيات التي دفعت الروسي إلى التدخل في سوريا خلص بقتنا لهذه الحلقة بدأت أشكر بدأت تختم بشي معي يعني بعد فيه موضوع اليمن لأن اليمن يبدو أنه رايح على حوار بس هيك بدقيقة يعني كيف يمكن أن تنتهي الأزمة أو الحرب على اليمن بتصور هلأ فيه يعني حراك سياسي معين كان بالموضوع اليمن أو كان بالموضوع السوري ممكن يصير فيه انفراجات هذا إذا ما يعني أذعنت المملكة العربية السعودية للموازين العسكرية بالمنطقة بتصور أنه ما فيه أفق لحل الصراعات بالمنطقة إلا الأفق السياسي وإلا بالتالي ستستنزف المنطقة أكثر بسراعات بدأت اليمن بهذا الحوار بالمدخل أبلانين اليمنيين وحتى اليوم السعوديين غيروا لهجتهم الحكومة اليمنية المصطنعة المفتعلة من قبل السعوديين أبلاني بالحوار مع أنصار الله فيه جاو أنه نحن رحين إلى تسوية معينة قداش بتنجح هذا الأمر مرهون بالأيام القادمة شكرا لك دكتور صادر نابوس على وجودك معنا اليوم بحوار اليوم أهلا وسهلا فيك شكرا مشاهدين على المتابعة واللقاء شكرا لك